قدر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق له البلاد مختتما زيارة رسمية استغرقت ثلاثة أيام وكان في وداع الحلبوسي على أرض المطار رئيس مجلس الأمة مرزق الغانم والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري والقائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت محمد رضا الحسيني المترجم للقناة المترجم للقناة